أولاد الرحيم داية في يوحنى خمسة أربعة وعشرين الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينون بل قد انتقل من الموت إلى الحياة شكرك لو نقدر نشوف الرسمة مرة تانية دال دي نقطة الموت سقط من جيم إلى دال لكن لما يجي يؤمن بينتقل من دال إلى واو انتقل من الموت إلى الحياة ما ينفعش واحد يبقى أن تنص السكة أنت يا إما مش مؤمن يا إما مؤمن ما ينفعش يبقى في وسط الطريق ده وان وين ما فيش حد يوقف فيه ماشي على طول فيبقى انتقل من دال إلى واو انتقل من الموت إلى الحياة وكل واحد من المشاهدين ممكن يسأل نفسه انت فين على الرسم والناس اللي مش متأكدين من هما فين أو مش عارفين هما فين ممكن يشاركوا معانا هذه الصلاة كل ما نسمع جملة ممكن تقولها انت بنفسك بس تقولها من قلبك وتقول يا رب ساعدني عشان أنتقل من الموت إلى الحياة خليس مع الصلاة ونصليها مع بعض كلنا كمشاهدين ونقولها من كل قلبنا يا رب يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر أنا إنسان خاطئ ارتكبت زنوب كتيرة أعترف بيها وتوب عنها يا رب توبني فأتوب أرجوك يا رب انك تقبل توبتي وتغفر زنوبي على حساب موت المسيح على الصليب وها أنا يا رب بفتح قلبي ليك وادعوك إنك تدخل وتسكن في قلبي دلوقتي أشكرك يا رب لأنك استمعت لدعائي واستجبت لصلاتي آمين آمين يعني أنا معرفش كم مشاهد بيتابعونا النهاردة وممكن يصلي مثل هذه الصلاة لكن لو أنت صلتها من قلبك زي ما قالت أختنا خلود عن الراجل الفريسي والعشار العشار قال له كلمتين صغيرين اللهم رحمني أنا الخاطئ فنزل إلى بيته مبررا فورا حصل تغيير وحصل خليقة جديدة ولادة جديدة والمسيح دخل إلى قلبه ومجرد ما هو اعترف بخطيئه وطلب رحمة ربنا عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر